اشتركوا في القناة 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 الكهرباء ثم تولى هيئة الطاقة الجديدة ومتجددة وكامل ضمن الفريق الاستشاري للسيد الرئيس الجمهورية ايضا الدكتور هاني النقراشي وهو خبيل عالمي في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ده ساهم بالاضافة الى الاجهزة المعاونة في رأس مصورة وخريطة للطاقة في مصر يعني الحكا عايز تقول لي فتاة رئيس مش بس ما تولى المسؤولية من أيام الترشح هو طبعا عالف فتاة رئيس دايما ما بيحتاجش للأفراد بيعمل فرق عمل وفرق استشاريه يشتغل عليهم فانت بتقول لي الخطة موضوعة من بدر جدا وبدأ تنفسها على الفور ولذلك حتى أنا سئلت برنامج زي كده في يوم الأيام قلت لأ الموضوع حيستغرق سنوات لأن أنا باني رؤيتي على إيه على ما كان يتم في الماضي إن التحضير لإنشاء محط الكهرباء كان بيستغرق على الأقل سنة أو اتنين إلى أن يتم طرح المناقصة وترسيتها على مقاول ده غير تدبير الأموال اللازمة وغير تدبير الاعتمادات ويتم التنفيذ على أربع سنوات ده سيانة محطة تأخذ السنة أو سنتين عمل محطة جديدة كان ممكن تأخذ أربع خمس سنوات ده الإجراءات الطبيعية في ظل الإجراءات الطبيعية لطرح تنفيذ محطة وتدبير اعتماداتها ما قام به سيد الرئيس مختلف تماما عما تم اختصر كل الإجراءات الزمينة دي كلها فضلا عن اختصار مراحل التنفيذ وحتى الشركات العالمية اللي نفذت المحطات العملاقة في مصر أشهدت بسرعة الإنجاز وكان أي شخص خبير أو مرتبط بالموقع مواقع الإنشاء وزار مواقع الإنشاء كان يرى أن العمل بيتم على مدار 24 ساعة بلا انقطاع محطات الشركة ما أشهدتش بسرعة الإنشاء أشهدت كمان بسرعة الرئيس في التفاوض لأنه برضو احنا عايزين نوفر عد ما نقدر فوفرنا كتير كتير جدا سواء فيه التكلفة الرئيسية أو التكلفة الاستثمارية وطريقة الدفع والتمويل تم مع الجانب الألماني كل ده ساهم في أن احنا نعطي الدفعة كبيرة جدا الأول كان فيه الخطة العجلة ثم فيه محطات المحطات العملاقة من 2014 للنهار ده عايز أقولك احنا وفرنا 25 ألف ميجا وهو ما يقارب ما كان موجودا في السنوات الماضية كلها يعني العملنا في كل سنين اللي فاتت احنا عملنا في الفترة التالية حوالي 80% منه زيادة 25 ألف ميجا مما رفع الاحتياطي اللي موجود من الطاقة الكهربية في مصر لـ 20% وده شيء يقارب من المعدلات العالمية كلها هاي فبالتالي فيه طفرة كبيرة حصلت أبرزها الـ 14400 ميجا اللي تم التعاون فيها مع الشركة الألمانية والجانب الألماني بمحطات عملاقة في البرولوس وبنسويف والعاصمة الإدرية الجديدة والتجديد وتحديث المحطات اللي تمت أيضا متوازية كلها لأن وصلنا إلى ما نحن فيه النهار ده في فاقت في إنتاج الكهرباء في سبات في الطاقة الكهربائي فيه استعداد لتوفير التعاون الكهربائية لأي مصنع مهما كان و管ز في غير معالد والعشرين في المائل فقطنا أتحدث فيهم دول بعد استهلاك المنازل وبعد استهلاك bones أو العشرين في المائل دول يكفه أننا افتح مجالات السüzمارية جديدة لمصانع الجديدة لا يكفه أننا لا أفتح مجالات السüzمارية الجديدة لأن احنا عندنا زيادة سنوية طبيعية في urged نمو استهلاك الكهرباء نتيجة الزيادة السكنية أولا ونتيجة زيادة استثمارات صناعية كان فيه دراسة معمولة في مصر ان في سنة 34 لو احنا كان معدل او متوسط النمو السنوي في حدود الخمسة في المية في 2034 انت محتاج يكون عندك قدرات مركبة في حدود السبعين جيجاوات احنا النهاردة في سنة 2020 عندنا ما يقرب من الخمسين جيجاوات فبالتالي حتى لو عندك النهاردة 20 جيجاوات ومعدل العمل ده يكون في 14 حتى لو عندك من 20 ل 15 جيجاوات زيادة على اقصى تقدير انت هتحتاجهم ان انت النهاردة عامل طفرة صناعية كبيرة تكتزب استثمارات في مجالات كتير جدا لو زورنا كل المناطق الصناعية هنلاقي فيه اقبال على المناطق الصناعية فيه اقبال على تنفيذ مصانع بغرض التصدير لان مصر عندها فرص تصديرية مهمة جدا وتشجع الصناعات التصديرية وبالتالي كل ده حيؤدي الى استهلاك الطاقة ويؤدي الى الطلب على الطاقة من هنا كانت الخطة من هنا كانت تنفيذها السريع من هنا كانت التفكير الاستراتيجي يبقى انت عندك بنية اساسية من ضمنها الطاقة تكتزب الاستثمارات الاجنبية في كافة القطاعات وموضوع في الاعتبار حجم الزيادة السكانية طبعا احنا ضدها ونحاول نقللها ولكن موضوع في الاعتبار برضو موضوع الزيادة السكانية لـ 2034 وفق الخطة والستراتيجية المحطوطة طيب هل بقى بخبرة حقيقة عايزة فهم المحطات اللي اتعاملت هل هي محطات تقليدية كلها اللي عارفينها ولا خدنا زيادة في الميجا واط من محطات طاقة متجددة من محطات اللي شفناها مثلا زي في اسوان يعني كل الـ 25 للجوم دول جوم من ايه الجوم عظمهم من طاقة تقليدية طاقة تقليدية لكن حجم المساهمة من الطاقات المتجددة كبير جدا في الاربع سنوات الماضية ضمنها زي ما حدثك ما ذكرت مشروع البنبان وهو مشروع ضخم يعتبر المشروع الأكبر من نوعه قدرة حتى الآن تم توصيل حوالي 1465 ميجا واط على الشبكة من حوالي 30 محطة هذه المحطات أو هذه القدرة تعتبر كبيرة حجم الاسمارات اللي تم دخهاه في هذا المشروع حوالي 2 مليار دولار تم تنفيذها أيضا في وقت قياسي بالإضافة إلى طاقات الرياح اللي تم تنفيذها بالتوازي مع الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية اللي هي بينبان في أسوان دول 19 محطة تتابع حاجة قولت تقريبا اللي ده عمل الإنشاءه من حد دلوقتي تقريبا 30 محطة هي المحطات موزعة تم توزيع الأرض على المستثمرين وعلى فكرة كلها تمت من القطاع الخاص تمت من القطاع الخاص بنظام تعريفة التغذية وتأهالت مجموعة من الاشتراكات في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وتم تنفيذها والأرض تم توفيرها من الدولة وتم تجهيز المرافق والبنية الأساسية من محولات كهرباء وطرق وخلافه وسهمت فيه جذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر وكان مشروع تم الإشادة به من قبل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي على كافة المناح طب أنا لمحت في كلام حضرك برضو هو دعمك لفكرة دخول القطاع الخاص في المشروعات القومية يعني حيث أشدت بأن القطاع الخاص المدخل تعريف أعتقد جهات مصرفية اللي اتدخلت في معظم المشروعات أنت بتدعم الفكرة دي القطاع الخاص يخش في المشروعات القومية ما كانتش فكرة ده موجود زماني هو القطاع الخاص هو أساس أو قاطرة النمو في أي دولة النهاردة النهاردة خلينا نتكلم بصراحة نتكلم على الاقتصاد في العالم كله نهاردة اتجه إلى القطاع الخاص حتى الأفكار الأديمة أعتقد انتهت من العالم إذا كانت الدولة دورها خلق البنية التشريعية الجاذبة للاقتصاد خلق البنية التحتية للمستثمر المستثمر دوره هنا هو اللي بيبني استثمراته سواء في قطاع الطاقة أو في قطاع الصناعة أو في قطاع الزراعة هو القاطرة اللي بتضخ الأموال وتخلق فرص عمل الدولة دورها أنها تخلق البنية التشريعية تخلق البنية التحتية ده اللي اتعمل في مصر في السنوات الماضية ابتدت فيه إصلاحات تشريعية تم بالتسهيل على المستثمرين ابتدت بنية تحتية غير مسبوقة رفعت مستوى ترتيب مصر فيه كثير من المجالات منها الطرق والكهرباء إلى ترتيب متقدم جدا وأصبح نهارده المستثمر المستثمر عايز يجي دخل نهارده ملايين الدولارات في مصنع المصنع ده محتاج طاقة محتاج طرق محتاج مواني محتاج تسهيل أو بنية تشريعية ملأمة تمنع المعوقات الإدارية كل ده نهارده من المستثمر قبل ما بييجي دخل مليه في مصر بيدرسه تمناع بيدرقراطية تمام كل ده بيتم المستثمر بيدرسه أولا قبل أن يتقدم لهذا الاستثمار وبيدرس البلدان كلها وبيشوف أفضل فرشة الاستثمار موجودة إيه مصر في هذا المجال النهارده أصبحت جاذبة الاستثمارات بتوافر هذه البناء التحتية تشريعية كانت أو بناء تحتية للمرافق الفكر اختلف من كلام حضرتك كده نحن تطورنا فكريا في مغالي الطاقة وروحنا لطاقة الرياح وشوفنا مثلا مشروع الزعفران وجبل الزيت ده الفكر اللي جاي أعتقد بشمهانس ولازم كلنا نشتغل عليه الفكر ده في مصر كان موجود لكن ما كانش فيه إرادة سياسية لتفعيله إرادة سياسية والقائدة السياسية بربع عليك كان لها دور مهم جدا في تنويع مصادر الطاقة والقائدة السياسية أسف القائدة السياسية أثرت أكتر من مناسبة على تنويع مصادر الطاقة وجعل الطاقة المتجددة الموجودة في مصر سواء في رياح لأننا عندنا مناطق في جبل الزيتو وفي خليج السويس فيها سرعات رياح عالية تتيح لنا أننا نعمل مزارع رياح بقدرات عالية جدا زي ما حصل فيه مشروع جبل الزيت وعندنا شمس موجودة بحيث أننا ممكن نعمل طاقة شمسية كل ده بيأهل مصر أنها تكون هب أو تكون منطقة تصدير للطاقة سواء الطاقة دي طاقة بترول وغاز أو طاقة كهربائية نتيجة مصادر الطاقة المختلفة عند اكتشافاتنا البترولية من الغاز تحديداً وأعتقد كان العام الزروة في الاكتشافات كان 2018 آه سمعنا أننا نحن نبقى هاب لمنطقة الغاز كمان الفترة الجاية في البحر المتوسط ووصلنا لده أو شغالين بنسب قد إيه للوصول لده لا إحنا وصلنا نهاردة لإكتفاء الزاتي في الغاز لحتى تتكلم عن الغاز النهاردة إحنا وصلنا لإكتفاء الزاتي وده برضو خدمة جهود كبير طبعاً من 2014 السياسة الجديدة للوزارة البترول والدولة كلها كانت أولاً حل المشاكل مع الشركات لأنه كان عندنا ديون كتير جداً دفعت الأطاقة بشمانديس تم دفع الأموال اللي كانت موجودة على هيئة البترول ده سمح للمستثمرين أنهم يدخوا استثمارات جديدة سمح لشركات أن يدخوا استثمارات جديدة تعملت سيانة للأبار القديمة سمح باكتشافات تم توقيع اتفاقيات سمحت باكتشافات هائلة منها حقل زهر طبعاً أربع حقول مهمة جداً في البحر المتوسط وحقول في الدلتا وشمال الدلتا أدى النهاردة أنت عندك اتفاء زاتي عندك نهاردة فيه إجمالي إنتاج حقل زهر بعد انتهاء الاستثمارات فيه حوالي 3 مليار قدم وكعب وصلنا في 2019 أغسط 2019 2.7 مليار قدم وكعب من حقل زهر مما أدى للإكتفاء الزاتي في مجال الغاز ووفر عملة أجنبية كنا منتفحها عشان تستورد غاز في نفس الوقت ووفر فرص عمل كبيرة جداً في نفس الوقت تجاهك لترسيم الحدود في منطقة الاقتصادية للبحر الأبيض المتوسط حمل استثمارات وحمل استثماراتك جوة البحر المتوسط وأصبح معروف مناطق نفوذك ومناطق الاقتصادية وبتاقي تدعو الشركات الأجنبية لأن الشركات الأجنبية عمرها مع تيجي تستثمر وتستثمر أموال ضخمة جداً للحفر العميق في مياه البحر المتوسط بدون حل الإشكالات القانونية بين الدول وبعضها هذا ما تم أصبحت منطقة الاقتصادية معروفة فين؟ الشركات أقبلت على استثمار وأصبحت مليارات دولارات عشان تكتشف الغاز في منطقة واعدة جداً ومعروف المغزون السراتيجي فيها أصبحت مطمع لكثير من الدول بتحاول أنها تطمع في ملديك والدعاء أن ده تحت سيطرتها أولها فيها الطمع بقى أنت عارف والطموح في خير بلدي إحنا نتنقل من الاكتفاءة الزاتي؟ ممكن نوصل لتصدير؟ ممكن نوصل للمرحلة تانية تحديداً في مشروعات الغاز؟ أنا عايز أقول لك أن مصر منتبهة من فترة طويلة جداً لما لديها من خيرات في الغاز بالتالي كان الاستثمار في البنية التحتية لمحطات ومنصات تصدير الغاز كان في حين وفي بداية الألفنات كان مشروع محترم جداً النهاردة أنت في مصر تنتلك محطات تصدير الغاز الغاز عشان يتصدر لابد تعمله إسالة أن الغاز ما يفعش يتصدر في حالة غازية غير في الأنابيب لكن أنت عايز تصدره خارج الحدود والبلاد أخرى فالغاز لازم يضغط ويسال أنت عندك البنية الأساسية الموجودة لإسالة الغاز وتصديره ودي كانت موجودة مكينة مصر من استثمار وجود الغاز لأن الغاز لما بيخرج من الأبار ما فيش سبيل لتخزينه الغاز لما بيخرج ما بيخزنش إما بتستخدمه في ضخ في البنية التحتية وده كان موجود أيضاً وجاري استكمال البنية التحتية لشبكات الغاز جوه المدن والقرى النهاردة وصلنا أنه فيه قرى فيها غاز طبيعي فالغاز لا يخزن إما بتستخدمه في شبكات الغاز للتنمية الصناعية أو لمحطات الكهرباء أو لسلاك المنزلي إما بتصدره والأرقام بتقول إحنا وصلنا لإكتفاق أكثر من مليون ومتين ألف مشترك أعتقد دخلهم الغاز للفترة اللي جيل فاتت وحياناً في مكتبعات العمران الجديدة أكثر من 30 مصنع لو أنا أتذكر يعني فوصلنا أنه إحنا مع استثماراتنا ومع مصانعنا إحنا مكتفين ده جداً عايزة نروح للنقطة ثانية مهمة جداً ممكن تبان للمواطن العادي أن نتيجة اختلاف مصادر الطاقة وتنوحها عدلنا في المناخ شوي ويمكنك كما أنت سيد الرئيس كما ترقص قمة المناخ إحنا فعلاً مصنفين على مين دلوقتي أن إحنا شغالين على المناخ بشكل جاي نتيجة اختلاف مصادر الطاقة إحنا تقدمنا أربع مراكز أربع مراكز من المركز الـ 28 إلى المركز الـ 24 خلال سنتين في ترتبنا على مستوى المناخ وتقدمنا كذلك في ترتبنا على مستوى إنتاج الطاقة الجديدة ومتجددة أصبحنا نهاردة التالت على المستوى المنطقة فبالتالي في تقدم كل ما بتعمل بنية السياة بتستمر في هذا المجال كل ما بينعاكس على المؤشرات المؤشرات دي كلها هي اللي بينزول لها المستثمر الأجنبي ما بيجي يستثمر عندك هي اللي بينزول لها المستهلك الأوروبي أو المستهلك برة المستهلك برة ثقافته عالية جداً ما بيجي يشتري منتج بيشتري منتج بيحافظ على البيئة بيشتري منتج والليبلس ديته بموجودة على المنتجات في شركات بتسبقنا في هذا المجال ودهو الأخرى بتسبقنا لما أنا كمستثمر أوروبي أو أنا كمستهلك أوروبي بقارن بين سلعة وأخرى بشوف هذه السلعة مؤذية للبيئة ولا السلعة ده شرط من الشروط حاجة دولة مكتوبة كمان هي مش شرط هي محفزة وهو فيه ثقافة عند العالم المتقدم ان المستهلك نفسه بيحافظ نتيجة الوعي اللي موجود وده دور منظمات المجتمع المدني في مجال الطاقة المتجددة والطاقة المستدامة انه لازم يعمل وعي للمواطن ازاي النهاردة ان انا اشتري منتج بيحافظ على البيئة ازاي ان انا نهاردة اشتري منتج كفاءته عالية جدا ما يستهلكش كمية الطاقة اكبر من غيره قد تكون فيه منتج وده بدأ برضو في مصر هذا الوعي ده دورنا في جمعية سيدة ان احنا بنزيد هذا الوعي فالمستهلك الاوروبي او المستهلك الاوروبي لما بيقارن منتج انه غير مؤذي البيئة بيستهلك مياه يستهلك طاقة خضراء اللي هي الطاقة المتجددة فبالتالي بيفضل هذا المنتج حتى لو كان سعره اعلى من السعر التاني ده بيساهم في الترويج للمنتجات بتاعتنا التصديرية ده بيساهم في الترويج للسلع بتاعتنا برا كل ده مش بس موضوع انطاقة وبيخافت تكلفة الانتاج بالي انا كمصنع لا ده بيساهم في ترويج منتجاتي انا عايز ارجع معاك حضرتك لاني بتكلم على الغاز واستهلاكنا للغاز لما نيجي نهاردة نتكلم على الغاز الطبيعي هو الوقود اللازم في محطات الكهرباء محطات الكهرباء في مصر اللي تم انشاءها الجديدة دي محطات كفائتها عالية جدا بتتعدى او توصل لوا 61% عندنا ما زال محطات الكهرباء النهاردة كفائتها ادنى من الطبيعي كفائتها 31% 41% النهاردة انا بقى كمنظمة مجتمع مدني بتدعو الى زيادة الاستخدام بالطاقة المتجددة وعندي النهاردة فائد في انتاج الكهرباء النهاردة لازم كدولة اقيم النهاردة دور المحطات القديمة استهلاكها للوقود استهلاكها وانتاجها للكهرباء وعرف هل هي بتفيدني كتير وهل هي بتستهلك وقود اكثر من اللازم ولا لا عشان النهاردة يجي قرار استراتيجي من الدولة هل اوقف المحطة لكفائتها قليلة واستبدلها استبدلها بطاقة متجددة ولا لا لازم زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مكون الطاقة العامة ترتيب اولويات اعطاقة دو شمانتس يعني ما هي الجامعات المنظمات المتجددة هي مش هتعمل ده هي ممكن تكون ناصحة هي بتلقي الضوء بالزبط وبتزيد الوعي وفي نفس الوقت بتقدم للمخطط والمشرع البيانات والاستراتيجيات والحاجة دي كلها موانتس ايمن هي بعضو جامعية الطاقة المتجددة وخبير الطاقة نورت صباح الورد ودايما بنستفيد من قراء حاكم بتكون ضيفنا والليه لقاءات اخرى ان شاء الله كل شكر لك اهلا بحضرات جمالنا شكرا جمالنا خلصنا فقراتنا الاولى لسه عندنا فقرات اخرى فاكمة